نضيفها ونظيفها ونقعاب اللمون والخل أهم شيء يجب أن تكون لدينا بزمة لكي لا تأكل تدعي لك نضيفها ونضيفها ونضيفها نضيفها فراخ مشوية نضيف بصل نضيف للمون وفلفل أغضر نضيف القطة نضيف سلصة نضيف فراخ المشوية نضيف الرمان ثم نضيف الهاتف والتوابل سوف نضيف فراخ المشوية نضيف فراخ المشوية نضيف البصل نضيف صنعت فلفل يضيف حب هل هذا مطهون ونضيف السلفل المطهون مش CGI بالبحرات معلقة بهارات كبيرة عليهم و اما حاجة في التدبيلات تجعل الفراخ ريحتها مفحفحة و جميلة تضع معلقة كبيرة حبوب و طحنة في الخلاط لا تضع مطحونة تضع معلقة بابريكة حمرة تضع معلقة كبيرة تضع معلقة جنزبيل معلقة جميلة معلقة جميلة معلقة جميلة ثم نضع الجميلة بسبب عنوك ثم نضع الجميلة عليها نضع ما هو المضع لنضع الجميلات نضع الجميلة لطبيع السلسطة نضع الجميلة نضيف الملح نضيف الملح نحصر اللمون على البصل والفلفل نضيف الملح rico نضيف الملح نضيف الملح ننضيف الملح نضيفه نضيف كلا جيد رائحة التوابل مفحفحة وعندما يشوي الفراغ الشرح كله سيشم رائحة اذا اعجبكم الفيديو تنسوكم بالاشتراك ودعموني في القناة اي احد يريد اي واجبات انا سأسيب لكم رقم التليفون كمان كده تنزيل على الفراغ لما انت شايفة كده طبعا مش هتتبهها كده على الوش بس هتفضلي بقى ايه تشرب كده الفراغ الصالصة دي ما تسيبيش فرخة فيها وفرخة ما فيهاش تفضلي قلب الفرخة وتسيبيها بقى نحن نشوها صحت السحون هتفضلي في التدبيلة كلما تسيب الفرخة مع التدبيلة تضعها تعمه اكتر بسم الله ماشاء الله الابداء انا سأقول لكم الاسف جرما كان الرجل طيب جدا كان في العزة تعبه وكان يصلي في الجامعة والله يرحمه ويخفل قبل ما يموت يجب أن يذهب إلى الجامعة لكي يصلي عمره لا يصلي في البيت يجب أن يترحم عليها والذي لا يكتب يقولها بسر يقول الله يرحمه و يخفل له بص راستها صدور و صدور صدور و صدور و بعد ذلك نكمل الباقي ندخل الفرن طلعت أول صدور طلعت واحد لصدور طبعا ما تعمل شيئا و كده بقى احنا خلصنا و ان شاء الله بقى هنعبي الوجبات و هننزل نفرقها و لو عجبكم الفيديو اقع تنسوني بالاشتراك في القناة فعليل الجرس يوصل لكم كل حاجة بعملها و اي حد عايز يعمل وجبات صدقة اي حاجة يبعتلي على المنتدى و انا هتواصل معي صدق 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة